إنه إسلام قائم آل محمد هذا هو الإسلام نحن نتحدث في أجواء ثقافة العترة الطاهرة الآخرون إذا سمعوا كلامي ورفضوا أو استهزأوا به لا أبالي بهم أنا أرفضهم وأستهزأ بهم إن كانوا من أتباعي سقيفة بني ساعدة أو كانوا من أتباعي سقيفة بني طفسي الملعونة أتحدث عن سقيفة مراجع النجف وكربلاء ألا لعنة الله على سقيفتهم النجسة القذرة إن الدين عند الله الإسلام هذا هو إسلام قائم آل محمد والذي سيحاربه مراجع النجف وكربلاء عند ظهوره أحاديث العترة هي التي أخبرتنا كلمات أئمتنا هي التي بيّنت لنا وكشفت لنا الحقيقة من أن الأنجاس اللعناء من أن المأبونين لعنة الله عليهم من مراجع النجف وكربلاء زمان الظهور سيخرجون لقتاله سيخرج هؤلاء المأبونون أولاد الزواني من مراجع النجف وكربلاء زمان الظهور سيخرجون لقتال إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه الذي يبدو أن الإسلام الذي عليه مراجع النجف وكربلاء اليوم هو هو سيكون إسلام أولئك المأبونين من أبناء الزواني من مراجع النجف وكربلاء الذين سيخرجون لقتال إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ما بين النجف وكربلاء ديننا له أصل واحد وهذا هو جوهر كينونة دين العترة الطاهرة أما منظومة أصول الدين الخمسة فذلك ضلال جاءنا به الطوسي المشؤوم جمع لنا جمعا ليس موفقا جمع لنا ما بين ما قالته الأشاعر وما قالته المعتزلة وأضاف الإمامة بنحو مجزوء إلى منظومة عقيدة الضلال هذا ديننا له أصل واحد سأبدأ من الكتاب الكريم إنها الآية الرابعة والأربعون بعد البسملة من سورة الكهف هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا مر الكلام علينا في الحلقة الماضية من أننا لا نمتلك تعريفا لحقيقة الولاية أتحدث عن ولاية الله وعن ولاية محمد وآل محمد التي هي هي بنفسها وعينها وذاتها ولاية الله نحن لا نمتلك تعريفا نحن لا نمتلك تعريفا لكننا نتلمس آثارها نستطيع أن ندرك جانبا من آثار ولاية الله جانبا من آثار ولاية محمد وآل محمد قطعا بحدود مداركنا بحسب أوعية قلوبنا وما تتسع له هناك الولاية لله الحق الآية إن كانت تخبرنا عن القيامة فإن عاقبة الأمر في ساحة الولاية أو كانت تخبرنا عن حقيقة حقائق هذا الوجود بما فيه من دنيا وما فيه من آخرة وما فيه من كل المراتب والطبقات هناك الولاية لله الحق شيء واحد عنوان واحد مرد كل شيء إليه ولاية الله ما يرتبط بوجودنا وآثار وجودنا ما يرتبط بماضينا وحاضرنا ومستقبلنا ما يرتبط بوجودنا في الدنيا وبوجودنا في الآخرة ما يرتبط بظهورنا في عالم الشهادة وعالم الطبيعة وما كنا عليه وما سنكون عليه في عوالم الغيب كله من أوله إلى آخره ومن ظاهره إلى باطنه مرده إلى عنوان واحد الولاية هناك الولاية لله الحق هذه آثار هو خير ثوابا وخير عقبة هذا العنوان عنوان الولاية الإلهية يتجلى في ولاية محمد وآل محمد وآل محمد وعنوان ولاية محمد وآل محمد يتجلى في إمام كل زمان من الأزمنة ففي زماننا يتجلى يتجلى عنوان ولاية محمد وآل محمد في ولاية الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه هذا هو أصل ديننا هذا هو أصل ديننا نذهب إلى آية أخرى إنها الآية التاسعة والثمانون بعد البسملة من سورة النمل وكذلك الآية التي تليها لكن كلامي يرتبط بشكل خاص بالآية التي أشرت إليها من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون هذه الحسنة هي الولاية التي أشارت إليها الآية الرابعة والعربعون بعد البسملة من سورة الكهف هناك الولاية لله الحق من جاء بالحسنة فله خير منها من جاء بالحسنة فله خير منها هذه الحسنة هي الولاية هي الولاية التي نرتبط بها من حيث نحن في أحاديث تفسير قرآنهم هناك الولاية إنها ولاية علي وهذه الحسنة إنها ولاية علي الأحاديث موجودة هنا في الجزء الأول من الكهف الشريف لشيخنا الكوليني المتوفى سنة 328 للهجرة لا أجد وقتا كافيا كي أقرأ عليكم كل حديث أورد ما أورد من معانيه ومضامينه في هذه الحلقة هناك الولاية لله الحق إنها ولاية علي اللهم والي من والاه هناك الولاية لله الحق اللهم والي من والاه وعادي من عاداه إنها آثار لولاية علي وولاية علي هي ولاية الله من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون الآية تتحدث عن حسنة واحدة من جاء بالحسنة الألف واللام هنا للعهد لشيء معهود في أذهاننا في أذهان الذين يعرفون تفسير القرآن بحسب بحسب مضمون بيعة الغدير الذين يأخذون التفسير من علي وآل علي فقط لا يعودون إلى تفاسير سقيفة بني ساعدة ولا يعودون إلى قذارات سقيفة بني طوسي التي يسمونها تفاسير وما هي بتفاسير إنها تفاسي لا لعنة على تفاسيرهم على تفاسير الطوسيين من أولهم إلى آخرهم من جاء بالحسنة إنه عنوان مشخص لحسنة واحدة وهذا التعريف تعريف لشيء معهود في الذهن مثل ما تقول المرأة جاء الرجل الجميع يعرفون من أنها تقصد زوجها في التعبير الشعبي العراقي تقول إجا الرجال هي لا تقصد غيره الألف واللام هنا للعهد الذهني لشيء معهود في الذهن من جاء بالحسنة الحسنة عنوان لشيء معهود بالذهن ولذا فإن فإن التعريف بالألف واللام جاء تعريفا بالألف واللام العهدية هناك عهد ذكري وهناك عهد ذهني هذه هذه الألف واللام عهدية من النوع الذهني شيء معهود في الذهن عند الذين يقرؤون القرآن ويعرفون القرآن بحسب تفسير العترة الطاهرة لا بحسب تفسير سقيفة بني ساعدة ولا بحسب تفسي سقيفة بني طوسي الملعونة ألا لعنة الله عليها من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة إنها سيئة معهودة في الأذهان أيضا بالنسبة للذين يقرؤون القرآن ويفسرونه بحسب مضمون بيعة الغدير ومن جاء بالسيئة هذه منافرة مناقضة لتلك الحسنة اللهم والي من والاه الحسنة وعادي من عاداه السيئة وانصر من نصره إنها الحسنة في جهة الحسنة آثار الحسنة واخذل من خذله إنها آثار سيئة من جاء بالحسنة فله خير منها هناك حسنة مشخصة هناك سيئة مشخصة لا شأن لنا بما يقوله نواصب السقيفتين ألا لعنة على تفاسيره من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون نذهب إلى سورة آل عمران وإلى الآية التاسعة بعد العاشرة بعد البسملة أذهب إلى موطن الشاهد منها في أول الآية إن الدين عند الله الإسلام هذه المضامين تأتي في سياق واحد هناك الولاية لله الحق من جاء بالحسنة إن الدين عند الله الإسلام أي إسلام إنه إسلام محمد وآل محمد لا شأن لنا بإسلام سقيفة بني ساعد ذلك إسلام له ولا شأن لنا بإسلام سقيفة بني طوسي بحسب المذهب الطوسي اللعين ذلك إسلام له الإسلام هنا بحسب تعريفهم لإسلامهم الإسلام هو التسليم هكذا عرفوا التسليم لمن سادة آل محمد التسليم لمحمد وآل محمد التسليم لعلي وآل علي التسليم لفاطمة وآل فاطمة المعنى واحد المضمون واحد التسليم لمحمد وآل محمد التسليم لعلي وآل علي التسليم لفاطمة وآل فاطمة هذه العناوين عناوين أئمة الأئمة محمد علي فاطمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعلى آلهم الأطيبين الأطهرين إن الدين عند الله الإسلام إسلام من أسألكم إسلام من إسلام مراجع النجف وأي إسلام عنده إسلام الأزهر وأي إسلام في الأزهر إنه إسلام قائم آل محمد هذا هو الإسلام نحن نتحدث في أجواء ثقافة العترة الطاهرة الآخرون إذا سمعوا كلامي ورفضوه أو استهزأوا به لا أبالي بهم أنا أرفضهم وأستهزأ بهم إن كانوا من أتباع سقيفة بني ساعدة أو كانوا من أتباع سقيفة بني طوسي الملعونة أتحدث عن سقيفة مراجع النجف وكربلاء ألا لعنة الله على سقيفتهم النجسة القذرة إن الدين عند الله الإسلام هذا هو إسلام قائم آل محمد والذي سيحاربه مراجع النجف وكربلاء عند ظهوره أحاديث العترة هي التي أخبرتنا كلمات أئمتنا هي التي بيّنت لنا وكشفت لنا الحقيقة من أن الأنجاس اللعناء من أن المأبونين لعنة الله عليهم من مراجع النجف وكربلاء زمان الظهور سيخرجون لقتاله سيخرج هؤلاء المأبونون أولاد الزواني من مراجع النجف وكربلاء زمان الظهور سيخرجون لقتال إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه الذي يبدو أن الإسلام الذي عليه مراجع النجف وكربلاء اليوم هو هو سيكون إسلام أولئك المأبونين من أبناء الزواني من مراجع النجف وكربلاء الذين سيخرجون لقتال إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ما بين النجف وكربلاء إن الدين عند الله الإسلام هذا هو إسلام قائم آل محمد في سورة آل عمران في الآية الخامسة والثمانين بعد البسملة ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل من ولن للنفي التأبيد هذا هو الإسلام الذي مر ذكره في الآية المتقدمة هذا هو الإسلام الذي عبر عنه بالحسنة في الآية التاسعة والثمانين بعد البسملة من سورة النم وهو هو الولاية في الآية الرابعة والأربعين بعد البسملة من سورة الكهف ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل من وهو في الآخرة من الخاسرين إسلام من هذا إسلام علي وآل علي عنوان صحيفة المؤمن في يوم القيامة حب علي بن أبي طالب الجواز على الصراط الذي سيكون ممدودا على نار جهنن بسك من علي بن أبي طالب الذي يكون قسيما للجنان للجنان والنيران علي بن أبي طالب السؤال سيكون عن ولاية علي بن أبي طالب حينما نقف على باب الجنة حلقة على باب الجنة تتحرك لأجل أن تثير انتباه المسؤولين من الملائكة من الحراس كي يفتحوا باب الجنة فماذا تقول تلك الحلقة إنها تقول علي صوت المنبه على باب الجنة يردد اسم علي علي في كل مكان وعلي في كل زمان ولاية ولاية لأمير النحل تكفيني 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 فهذا هو ديني هذا هو ديني وهذه عقيدة وهذا هو أصل الأصول ولاية لأمير النحل تكفيني عند المنبه عند المنبه وحتى في حياتي إنها تكفيني عند المنبه عند المنبه بعد البسملة من سورة المائدة وهي وهي الآية 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 في قرآننا المفسر بحسب مواثيق بيعة الغدير وهي الآية 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 في عقيدتنا هذه الآية هي التي تؤسس لديننا أصلا واحدا سلوهم سلوا الطوسيين الأنذال من كبار مراجع النجف وكربلاء في أية آية من الكتاب الكريم هناك حديث عن أصول الدين الخمسة وعن أن أصول الدين الخمسة تقسم إلى نوعين هناك أصول الدين وهناك أصول المذهب في أي آية ضراطكم هذا من أين جئتمونا بهذا الضراط يا سماحة المرجع الأعلى ومن معك من المراجع الثولان من المراجع الكبار والصغار من أين جئتمونا بضراطكم هذا يا أيها الثيران يا آيات إبليس ويا نواب الشيطان من أين جئتمونا بضراطكم هذا هذا هو القرآن يؤسس لديننا أن أصلاً واحداً لديننا لا شأن لي بدين الأشاعرة أو بدين المعتزلة ولا شأن لي بدين السلفية أو الصوفية أو الوهابية ولا شأن لي بدينكم أيها الطوسيون الأنجاز هذا هو القرآن يؤسس لدين العترة الطاهرة لإسلام قائم آل محمد يؤسس أصلاً واحداً في آية صريحة واضحة محكمة إنها الآية السابعة والستون بعد البسملة من سورة المائدة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة الرسالة بتوحيدها ونبوتها وقرآنها بكل حقائقها بكل ظواهرها وبواطنها بكل تفاصيلها ومجملها تساوي صفراً من دون بيعة الغدير يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي هكذا كان يقرأها ابن مسعود وبعض الصحابة وهذا مثبت في كتب المخالفين في كتبهم وفي قراءاتهم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي ومن أنه مولى المؤمنين هكذا كان يقرأها ابن مسعود في كتبه في كتب النواصب نواصب السقيفة من ساعد قطعا لا تتوقعون منهم أنهم سيوثقون هذه الأحاديث هي موجودة في كتبهم لكنهم يضعفونها فهل نتوقع منهم أن يوثقوا هذه الأحاديث يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي هذا معنى الآية وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فالرسالة تساوي صفرا من دون بيعة الغدير والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين الذين يكفرون ببيعة الغدير مثلما كفرت السقيفة بني ساعد بحسبها ومثلما كفرت السقيفة بني طوس بحسبها وإن لم تفعل فما بلغت رسالته الحديث عن بيعة الغدير وبيعة الغدير شأن من شؤون ولاية عليين شأن من شؤون إمامة عليين وكل ذلك هو من شؤون علي فبيعة الغدير من شؤون إمامته والإمامة من شؤون ولايته ويمكنني أن أقول من أن بيعة الغدير من شؤون ولايته وولايته من شؤون إمامته وإمامته هي من شؤونه من شؤون علي فعلي هو أصل الأصول الإمامة من شؤونه والولاية من شؤون إمامته وبيعة الغدير من شؤون ولايته فأصل الأصول علي هذا هو الذي يتحدث عنه القرآن وإن لم تفعل فما بلغت رسالته رسالة محمد تشتمل على التوحيد وتشتمل على النبوة وعلى القرآن وعلى حقائق الدين في ظواهره وبواطنه كل هذا يساوي صفرا من دون بيعة الغدير الآية واضحة وصريحة وهي التي تؤسس من أن الدين له أصل واحد أصول الدين الخمسة هذا ضلال الطوسي هذا ضلال مراجع النجف وكربلاء ألا لعنة الله على ضلاله ألا لعنة الله على عقائدهم الطوسية الخرقاء هذا هو القرآن يؤسس هذا الأصل ويقول ويقول إن الله لا يهدي القوم الكافرين الذين لا يجعلون دينهم مبنيا على أصل واحد هؤلاء كافرون إن الله لا يهدي القوم الكافرين الذين يكفرون بمضمون الآية وإن لم تفعل فما بلغت رسالته أنا أسألكم هل هناك أصل واحد أو أنه يوجد أكثر من أصل الآية صريحة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وإن لم تفعل الحديث عن شيء واحد إنها بيعة الغدير الرسالة بكل تفاصيلها تساوي صفرا من دون بيعة الغدير إذن هناك أصل واحد هناك أساس واحد الذي يستبدل هذا الأصل الذي يستبدل هذا الأساس بغيره بأصلين بثلاثة أصول بخمسة أصول بأصول للدين وأصول للمذهب إنه كافر بحكم الآية إن الله لا يهدي القوم الكافرين وهذا الكفر هنا أقبح أنواع الكفر في الكتاب الكريم لماذا لأن الآية جعلت التوحيد بعظمته والنبوة بعظمتها والقرآن بعظمته كل ذلك يساوي صفرا من دون بيعة الغدير فإن بيعة الغدير هي الأعظم هنا سيكون الكفر بها أعظم من الكفر بالله وبمحمد وقرآنه قد تقولون وكيف يكون ذلك هذا هو الذي يريده الله مثل ما جعل الله كفر إبليس بأبينا آدم وما سجد له فجعل كفره الكفر الأعظم مع أن إبليس يقر بوجود الله مع أن إبليس يؤمن بوحدانية الله مع أن إبليس كان عابدا من العباد وأراد أن يسجد لله وما أراد أن يسجد لآدم لكن الله جعل الإيمان والتوحيد والعبودية في السجود لأبينا آدم فحينما كفر إبليس بذلك لعنه وطرده وجعل عاقبته الجحيم وقال له يا إبليس إني أريد أن أعبد من حيث أريد من حيث أريد أنا لا من حيث تريد إذا كان نواصب سقيفة بني ساعدة ونواصب سقيفة بني طوسي يستكثرون هذا المعنى فهؤلاء على دين إبليس الله هو الذي يريد هذا هذا قرآن أنا لا أحدثكم عن رواية بإمكانكم أن تشككوا في سندها ولا أقرأ آية متشابهة ليست واضحة على الأقل بالنسبة لي ولكم وفقا للثقافة الشيعية هذا قرآن واضح قرآن صريح الكفر ببيعة الغدير هو أقبح من الكفر بالله ومن الكفر بمحمد ومن الكفر بقرآن محمد صلى الله عليه وآله لماذا؟ لأن الله يريد ذلك لأن الله يتعبدنا بذلك فإن الله يريد أن يطاع من حيث هو يريد لا من حيث يريد نواصب سقيفة بني ساعدة ولا من حيث يريد نواصب سقيفة بني طوسي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين هذا المعنى يتضح جليا في الآية الثالثة بعد البسملة من السورة نفسها من سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي فما كان الدين دينا بالتوحيد ولا كان الدين دينا بنبوة محمد ولا كان الدين دينا بقرآن محمد إنما صار الدين دينا بولاية علي هذه الآية بحسب ثقافتنا الشيعية في بيعة الغدير اليوم أكملت لكم دينكم وبالمناسبة الروايات في كتب المخالفين أيضا فإن الآية في بيعة الغدير لكنني لا أريد أن أتحدث عن كتبهم وعن أحاديثهم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذا هو الإسلام الذي مر الحديث عنه قبل قليل هناك الولاية الحسنة التي تحدثت عنها سورة النامل إنه الإسلام الذي جاء مذكورا في آيات سورة آل عمران إن الدين عند الله الإسلام هو هذا إسلام قائم آل محمد إسلام الغديرين إسلام الغدير العلوي والغدير المهدوي ورضيت لكم الإسلام دينا قبل بيعة الغدير ليس هناك من إسلام هناك شبح للإسلام الصورة الحقيقية المكتملة بعد بيعة الغدير القرآن هو الذي يقول اليوم أكملت لكم دينكم الصورة كانت ناقصة الصورة كانت شبحية الصورة كانت من دون ألوان اكتملت الصورة وازدانت بألوانها وظهرت حقيقتها وارتفع شأنها متى في بيعة الغدير اليوم اليوم إنه يوم الغدير اليوم يأس الذين كفروا من دينكم اليوم لماذا لأن دينكم صار دينا ما كان دينا صار دينا حقيقيا ومن هنا يأس الذين كفروا من دينكم اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم هذا هو الأصل الدين له أصل واحد يا أيها الشيعة الاعتقاد بأصول الدين الخمسة كفر أنا لا أتحدث عن أن التوحيد ليس من مفردات ديننا لا أتحدث عن أن النبوة ليست من مفردات ديننا لا أتحدث عن أن المعادة ليس من مفردات ديننا هذه هذه مفردات ديننا لكن منظومة العقيدة نأخذها من الله لا نأخذها من الأشاعرة ولا نأخذها من المعتزلة ولا أن يأتينا الطوس يسوينا جودلية يجيبنا شوية من الأشاعرة وشوية من المعتزلة ويضيفنا شوية من عنده ويسوينا جودلية هذا هو دين محمد وآل محمد مو جودلية الطوس دينكم يا أيها الشيعة جودلية الجودلية نوع من الأفرشة أو الأغطية الخفيفة في ثقافتنا المجتمعية الشعبية العراقية يخيطون قطعا مختلفة الألوان من بقايا الأقمشة في البيوت فيأتي شرشف أو يأتي غطاء خفيف قد خيط من قطع مختلفة بألوان مختلفة من أقمشة مختلفة هذه هي الجودلية في الثقافة الشعبية العراقية فدين الشيعة جودلية هذه جودلية الطوس أنا لست معترضا على أن التوحيد من مفردات ديننا ما هذه أمور بديهية هل أحتاج أن أثبت لكم من أنني أعتقد أن التوحيد من مفردات ديننا هذه أمور بديهية لا حاجة للحديث بخصوصها مثل ما أراد الله من الملائكة أن يسجدوا لآدم هذا هو الذي يريده الله منظومة العبادة عنده هكذا إبليس قال لا أنا أسجد لك يا الله لا أسجد لآدم فأنا خير منه لقد خلقته من طين وخلقتني من نار أسس له منظومة الأشاعرة أسسوا منظومة عقائدية لهم لم ينكروا وجود الله لم ينكروا الدين لكنهم أسسوا منظومة عقائدية لهم المعتزلة هكذا وجاءنا الطوسيون الأنجاس من مراجع النجف وكربلاء يقلدون الطوسي المشؤوم ذلك اللعين الذي أسس لنا منظومة عقائد من عنده سواء جودلية وأجداجنا وآبائنا ماتوا على هاي الجودلية على جودلية الطوسي ألا لعنة على جودلية الطوسي وذول هس الموجودين بالنجف يردونكم وتعيشون وتموتون على نفس هاي الجودلية دينكم له أصل واحد القرآن صريع أحاديث أهل البيت صريحة في هذا المضمون ديننا له أصل واحد الذي الذي يستبدل هذا الأصل بالأصول الخمسة سيكون كافرا سيكون مشركا سيكون مرتدا عن الدين تفقهون هذا أو لا هذه آيات الكتاب واضحة إن الله لا يهدي القوم الكافرين في آية الغدير في الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة ورضيت لكم الإسلام دين وفقا للأصل الواحد فإن الله لا يرضى الإسلام دين لنا إذا بنينا الإسلام على أصول الأشاعرة والمعتزلة على جودلية الطوسي تفقهون أو لا تفقهون لا أعتقد أنكم تفقهون هم ذول مطايا النجف خلوا بكم شيء حتى تقدرون تفهمون دينكم ذول طايا حوحظكم وأنتم فرحانين بطاعة الحضار إنها الآية الثانية والثمانون بعد البسملة من سورة طاها مر ذكرها علينا في الحلقة الماضية وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ثم اهتدى ثم اهتدى إلى الأصل كل هذا لا معنى له وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا لا معنى له ثم اهتدى قرأت عليكم من الكاف الشريف في الحلقة التي سبقت الحلقة الماضية ما جاء عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهو يحدثنا فيقول حتى تسلم أبوابا أربعة لا يصلح أولها إلا بآخرها ضل أصحاب الثلاثة وتاه تيهم بعيدا أصحاب الثلاثة وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا من دوني ثم اهتدى ضلوا ضلالا بعيدا لماذا لأنهم لم يتمسكوا بالآصل وإنما تمسكوا بأشياء أخرى تمسكوا بالتوحيد بالنبوة بالمعادي ولذلك تابوا وآمنوا وعملوا صالحا كيف تابوا وآمنوا بعد توبتهم وعملوا صالحا ما لم يتمسكوا بالتوحيد والنبوة والقرآن والمعادي لكنهم لم يتمسكوا بالأصل الواحد لم يجعلوا دينهم مبنيا على الأصل الواحد ثم اهتدى كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين ثم اهتدى إلى ولايتك قرأت ذلك عليكم من الزيارة الغديرية المروية عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه والموجودة في مفاتيح الجنان بإمكانكم أن تعودوا إليها ثم اهتدى إلى ولايتك يا أمير المؤمنين إلى أن يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه هيهات هيهات فات قوم وماتوا قبل أن يهتدوا وظنوا أنهم آمنوا وأشركوا من حيث لا يعلمون هذا الذي جرى على أسلافنا على أجدادنا وآبائنا منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة حينما أسس لنا الطوسي منظومة العقائد هذه ولا زال مراجع النجفي وكربلاء يقلدون الطوسي في منظومة الضلال هذا هيهات هيهات فات قوم وماتوا قبل أن يهتدوا قبل أن يهتدوا إلى الأصل ثم اهتدى وظنوا أنهم آمنوا وظنوا أنهم آمنوا لما جاء في الآية وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا لكنه لم يصل إلى الأصل الواحد ثم اهتدى ثم اهتدى إلى ولايتك فماذا يقول الإمام وأشركوا من حيث لا يعلمون وماتوا على شركهم أدركوا أنفسكم يا أيها الشيعة أدركوا أنفسكم يا شيعة العراق حالكم أخطر لماذا؟ لأنكم أنتم الذين ستخرجون مع مراجع النجفي وكربلاء لقتال الحجة بن الحسن دين الحجة بن الحسن له أصل واحد ودينكم له أصول خمسة لا لعنة الله على دينكم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ثم اهتدى إلى ولايتك يا أمير المؤمنين آيات القرآن واضحة كلها تشير إلى أصل واحد فهذا الدين له أصل واحد نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر